احدى الاخوات بتقول خيفة من الولادة الطبيعية كلمنا عن الولادة الطبيعية والخوف منها طيب انا مش هكلمك عن الولادة الطبيعية ولكن هكلمك عن سر ربنا سبحانه وتعالى جعلوا ينزل على كل ام بتلك ودي حقيقة مش من عندك بصوا ربنا سبحانه وتعالى لما عبادوا الله الصالحين اللي ربنا رضي عنهم وادخلهم جنته وعدهم انهم ينظروا الى وجهه الكريم طيب هننظر الى وجه الله ازاي وان النور بتهربنا بس لو شفناه ممكن نصحق كلنا من شدة هذا النور ومن شدة قوته فربنا سبحانه وتعالى سيعطي عباده الله الصالحين قوة تكفي قوة تكفي تحمل هذا النور في هذا الوقت هذا التشبيه هو ما يحدث ايضا مع الام أنا مش بقول انه ولاد طبيعي مفهاش قلم ولكن يعطي الله اي ام بتلد ولاده طبيعية قوة خارقة في هذه الساعة لكي تلد وبعد ان تلد بتتعجب هي ازاي عدت منها عدت وهتعدي وبتعدي ملايين المرات حول العالم لانها قوة خارجية خارقة من عند الله سبحانه وتعالى بتنزل على اي سيدة بتلد في هذه الساعة ولذلك بالبلد كده دايما بيسموها الساعة المنسية يعني ساعة وبعد مدة تقولي ايه ده احنا عايزين نحمل تاني عايزين نجيب اخر ايه للولد الله ان تنسيت الساعة دي انستها لانها فعلا ساعة منسية هتعدي هتعدي تنسوش صلى الله عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته